أنت عايز أقول لحضرتك دايماً المسرح بحس أنه بيتظلم في رمضان لأن الدراما التليفزيونية طبعاً بيكون فيه سباق رهيب وبيكون زي ما بيقولوا العرض أكتر من الطلق فهل فعلاً ده حقيقي يعني هل المسرح بتظلم في رمضان طبعاً أولاً زي ما حضرتك قلت كده هو الكمية الدرامية المعروضة في التليفزيون كتير جداً سنين ما فيش وقت انت هتيجي تفطاري بعد الفطار هتصلي بعد الصلاة هتنزلي امتى وفيه سلسة صلاة عشاء اليوم بيخلص فما فيش وقت موجود للمسرح وفي الفترة دي انت عارفة بقى الناس حتى لما بتيجي تخرج احنا شعب ومصر نخرج من السحر 10-12 بالليل السحور بقى أنا تزحر ونروح فطبعاً ما فيش شك المسرحة في رمضان مظهومة ونادر لما تحد يبقى فتح مصرح في رمضان يعني إلا إذا كان بقى حاجات دينية وبتح مصرح في رمضان إلى حد ما بيحصل ده وقت اشتركوا في القناة